موسيقى هل نجح الإعلام والنشطاء في مواجهة القضايا المصيرية وتوجيهها؟ هل استطاع الحوثيون توجيه الرأي العام المعارض لهم؟ وشتت انتباهه بقضايا هامشية؟ من يصنع الرأي العام في ظل تعدد الأراء والمواكف؟ موسيقى أهلا بكم يخوض اليمنيون معارك ضارية على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها سرعان ما تتلاشى وكل قضية تنسي أختها لكن ما هو أهم من ذلك هو نوعية تلك القضايا التي باتت تؤثر في استجابة النشطاء وتحركهم بالحديث حول قضايا متهميشها وأخرى بالتركيز عليها فكيف إذن يتعامل الرأي العام مع قضايا الشارع؟ وكيف احتلت قضايا يصنفها كثيرون بالهامشية أو غير المهمة صدارة الرأي العام؟ هل هناك من يصنع رأي الناس ويوجههم؟ قتل الأستاذ فيصل الريمي أمام طلابه تم الاعتداء عليه بالضرب حتى مات القاتل مسلح حثي أو ممن يعتاشون على نظام لا دولة بدأ كل شيء اعتياديا فخمس سنوات من الجرائم والانتهاكات أفقدت الناس جزءا من القدرة على تحديد الأولويات إزاء رفض الانتهاكات والتنديد بها منذ أيام شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا حول مصادرة ميليشيا الحوثي ربطات عبايات النساء بصنعاء وتداول الإعلام مشاهدة لاقتحامات عناصر ميليشيا الحوثي للمحلات التجارية في صنعاء تحركات تعكس العقيدة المتشددة لميليشيا الحوثي ما أثار مخاوف الناس من المساس بحياتهم الاجتماعية البسيطة لكن الناس استجابوا بطرق عفوية وتناسوا الجرائم الكبرى التي تقترفها الميليشيا على الدوام هذا ليس أسوأ ما يحدث في العاصمة ففي أقل من عام شاهدت مدارس صنعاء أكثر من أربعة آلاف فعالية حوثية للتعبئة الطائفية والتحشيد وهي أرقام مخيفة تظهر مستوى المخاطر التي يتعرض لها المجتمع جراء الثقافة المتشددة التي تفرضها الميليشيا على المواطنين تموت الجرائم الكبيرة كجرائم الحوث الاقتصادية والاختطافات والقمع والتعذيب عندما تعمد ميليشيا الحوث إلى تشتيت انتباه الرأي العام أبرى اختلاق معارك هامشية على حساب القضايا الرئيسية والجرائم القطيرة والسؤال هنا هل عاف اليمنيون الحديث عن الانتهاكات المستمرة منذ خمسة أعوام والتنديد بها نهيك عن العديد من علامات الاستفهام حول من يصنع الرأي العام في ظل غياب الأولويات لدى النخب اليمنية وتعدد الولاءات والمواقف التي استدرج معها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى صراعات هامشية على حساب القضايا الأساسية أجدد أترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المسائل يمني كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو الإعلامي أسامة محمود أهلا بك سيدة أهلا بك أهلا بك ومتابع قناة بالقيس حياكم الله إذن إذا ما بدأنا أسامة فيما يتعلق بكيف يبني الناس ما الذي يحدد اتجاهاتهم في وسائل الإعلام كيف يقومون بالتفاعل مع القضايا العامة بشكل عام من خلال متابعتك وتفاعلك بشكل عام في منصات التواصل الاجتماعي وكذا بكونك أيضا إعلام طيب وجهة أنا أعتقد أنه في البداية الإجابة على هذا السؤال ينبغي فيهم الحالة العامة يعني إحنا أمام حالة مركبة وليست بسيطة يعني كيف يحدد الناس اهتمامهم بهذه القضايا دون غيرها كما أشار التقرير مثلا هو إجابة طويلة جدا تحتاج بحث معمق لكن لو أردنا نحاول نتكك المشهد شوية هنقول أنه هي استجابة لحالة معينة ذات أبعاد مختلفة هناك بعد اجتماعي مثلا ما يمس الناس عن السؤال الاجتماعي هناك بعد سياسي الناس الذين يعيشون تحت مثلا سيطرة الحوثين في صنعاء الناس اللي يعيشوا في التعزي الناس اللي يعيشوا في عدن مثلا في بعد سياسي في الموضوع وهناك أيضا يكون بعد آخر بقدرة الناس على التعبير فكرة الإعلام عموما أصلا يعني أفترض أنه في حال اسمها رأي عام قد يفتي فيها فكرة الرأي العام بين قوسين يفتي فيها أكثر في موضوع علماء الاجتماع والمتخصصين في كيف يقرأ حالة الناس لكن إعلاميا لو بدأ أنا من حيث الإعلام من خلال ملاحظتي نعم من خلال ملاحظتي في الموضوع ندرك أنه العملية قائمة على فكرة أنه الضرف الراهن الذي يتعامل بهالناس مع قضية على سبيل المثال يعني قبل سنة تقريبا أذكر في رمضان كان الناس فعلوا مع قضية كان لها علاقة بأنه فيديو انتشار لواحد سرق شنطة واحدة كانت في صنعه بالمشهب المتور وسرق الشنطة يعني راحت على الأرض ونس فعلوا مع القصة ورحوا بيت السارق هذا وأخذوا وبهذلوا بينما في نفس الفترة وبشكل أسبوعي أمهات المختطفين ممكن يوقفوا مثلا في صنعه ويتبهذلوا ويهجموا عليهم ناس محسوبين على جماعة الحوثي مثلا في صنعه وما يتفعلوا وما يتفعلوا الناس معهم مع أنه لو قلنا اجتماعيا هذهك مرة وهذهك مرة لو قلنا سياسيا هذا انتهاك حق وهذا انتهاك حق لو قلنا من كل الأبعاد قد تشابه فبالتالي أعتقد أنه ما فيش حد يمتلك الحق الكامل في التعبير أنه هذا يؤثر على الرأي العام وهذا لا يؤثر هذا يحدد توجه الرأي العام وهذا لا يحدد لكن لما تحاول تقارب المسألة تدرك أنه تقرأ اللحظة الراهنة تقرأ الوضع السياسي تقرأ أبعادها الاجتماعية مثلا على سبيل المثال إذا ما رأيت بعد معين مثلا في يستفز الناس في مجتمع مثل مجتمع اللبناني على سبيل المثال في اللبنان يستفز الناس شيء قد لا يستفز الناس في اليمن كذلك في اليمن قد لا يستفز الناس في اللبنان وأيضا موضوع استفزاز الناس مرتبط بفكرة أنه هل هم مقادرين يكونوا مستفزين أصلا أو لا يعني يعني مثلا الناس في تعز يتناولوا كل القضايا تقريبا بشكل يومي ويشبه حاجة من صرع ديكة بشكل يومي مثلا في تعز على سبيل المثال لكن في صنعه في يعني قضايا اجتماعية غالبا النساء العار التحرش يعني بعيدين على الوضع السياسي في عدن أيضا الموضوع متعلق ما حدش ما حدش قادر يقول رأيه مثلا في موضوع زي الوحدة ولا الشرعية ولا كذا على بال ما تميل الكفة لجهة الطرف معينة فالناس يعبروا لجهة الطرف المسيطر حاليا فبالتالي أنه ما يحدد قضايا رأي العام من وجهة نظري هذه بخلال المتابعة البسيطة هي ارتباطها باللحظة معينة بوضع سياسي قائم بوضع اجتماعي وأحيانا في بعض الحالات بوضع اقتصادي أنه في مناطق مثلا أو في أشخاص مش كل الناس قادرين عبوا باقة الانترنت يوميا وشوفوا فيديوها تتفاعلوا مع وربما في بعض الأماكن أيضا إمكانات تكنولوجية يعني في بعض المناطق لا تتوفر أساسا خدمة الانترنت أو غيرها بالضبط وأيضا أنه مثلا قبل فترة كان الناس يتفاعلوا في صنعه مع فكرة أنه وزير الاتصالات المحسوب على حكومته بحوثي يقول أنه ناس قاعدين يبذروا في الانترنت وأنه زر العالم العبارة عن خمس دول وأنه الناس عشان يستخدموا الانترنت لا بد من دورات تأهيلية نفس تفاعلوا مع الموضوع بسخرية فأيضا طريقة تفاعل الناس مع الموضوع تختلف أيضا تختلف لكن في أشياء عامة تحتاج دراسة معمقة تحتاج تفكيك لهذه الحالة المركبة وقرأت كل جزء على حالة لكن بشكل عام إذا ما قارننا في السابق نحن درسنا الإعلام هناك حديث عن مسألة نظرية حارس البوابة ومن يحدد هذه الأشياء هل لازل الأمر هذا موجود في ظل التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها هل هناك من يحدد للرأي العام ما يصلهم وما يناقشوه وما يطرحوه أم أن المسألة الآن باتت أقل توجيها إن صح التعبير أعتقد أنه من يحدد واردة بس بدرجة بسيطة لكن هناك من يواكب ويستفيد يعني قد بالتأكيد هناك جهات خلنا نقول مثلا لها أبعاد معينة توظف ناس مثلا أنه إحنا نثير الموضوع الفلاني ننزل بالحملة الفلانية مطابخ مطابخ إعلامية لكن ما ينقح من الحملات المقصودة المعمولة عنوة أنه إحنا نعمل الحملات فلانية مشترط أن نتنقح كلها لكن هناك من هو أذكى خلنا نقول في التعامل أنه يواكب الحدث القائم ويستفيد منه بطريقة واخرى يجيره لصالحه يعني وجيهنا أشعر أنه في خلل أساسي من أساس الموضوع أشعر أنه الجميع تواطوا على فكرة الحقيقة وفكرة مهنية الإعلام كل الناس تعاملوا مع الإعلام بفكرة الإعلام الموجهة لا تركوا مجال للحيادة الإيجابية للإعلام الموضوعية للفكرة المهنية للإعلام كما هو للتعامل مع المعلومة ونقل المعلومة كما هي والناس يحكموا لا الآن كل الإعلام تقريبا يمنيا تقريبا كل الإعلام يتعامل مع المعلومة بتوجيه يتعامل مع الإعلام الإعلام الموجهة أنه خاضعة لمزاج الممول وخلفيته الفكرية وحالته في الحرب واليوم أنا ستكلم عن الموضوع الفلاني بكرة مش ستكلم يعني مثلا شوفنا في موضوع الخلاف الخليجي مثلا مؤخرا شوفنا كيف تحولت فكرة المهنية أصلا كانت حالة انكشاف ينبغي أن الناس أيضا ركزوا عليها فكرة الموضوعية والمهنية أيضا خارعة لمزاج الممول ومزاج الحالة السياسية ومزاج وضع البلد هنا نخفف هنا نضغط هنا هذا الجزء من الإعلام مهم نتعامل بها كواحدة من أدوات السياسة لكن المساحة المتركة لفكرة الإعلام كما هو كمهنة كسلطة خائمسة فكرة الإعلام للناس يتمنوا ويقعوا أعلاميين للناس المسؤولين خاف من الإعلام الإعلام اللي يتعامل مع الوثائق مع المادة مع الصورة مع الكلمة مع التصريح هذا الإعلام مساحة تضاءلة تكون اختفت في موضوع اليوم بتواطئ من الكل لكن هناك من قد يجادل أنه في نهاية المطاف الحيادة التام مسألة مثالية وما هو مطلوبه الموضوعية بإعطاء الآراء المختلفة بشكل ما وهو حتى لا نقول نحاول أن نقوم به إلى حد ما بشكل ما هنا لكن ما قد يقصد أيضا من يحدد مثلا أن هذه قضية يجب أن تمس الرأي العام أو بالأصح قضية تستحق وقضية أخرى سخيفة يعني من يطلق هذا الوصف على هذه القضايا من يحق له برأيك أن يقول مثلا لفيديو انتشر لتفاعل الناس مع مقاطع مضحكة إن صح التعبير وشهرتها أن هذا قضية سخيفة يجب أن لا يتفاعل مع الناس وأن مسايا الأخرى هي أهم هل يحق لجهما أن تحدد هذا الأمر؟ حقيقة أنا أعتقد أنه لا يحق لأحد أن يحدد لا يوجد ناطق رسمي بإسم الناس فكرة الأوصية على الناس وعلى ماذا يقولون وماذا يفكرون وهذا نافع أو غير نافع هذه فكرة قديمة وعفاة عليها الزمن ما حدش قادر يفرض وصائع على الناس فكرة الإعلام تغيرت يعني يمكن خلال تسع ثمان سنوات الأخيرة تحديدا في اليمن بعد 2011 فكرة الإعلام تغيرت كانوا الناس عبارة الإعلام كان قرام واحدة بمدخل واحد ومخرج واحد الناس يتكلموا اللي هم بين قوسين النخب وناس يستقبلوا اللي هو القماهير الناس العوامل اللي كنا إحنا يعني فبقى أنه ناس يتكلم وناس يستقبلوا هذه فكرة الإعلام يعني بس عبارة عن قناة واحدة الإعلام بعد 2011 وفيسبوك وتويتر وإستجرام الدنيا تغيرت أصبح تفاعلي أنا أعطيكم تتعطيني بل أصبح في كثير من الحالات أصبحت وسائل الإعلام تلاحق ما يقوله الناس ويقوله الشارع معاديش هي اللي تحدد بماذا يتفاعل الشارع معايش حيتفاعل لذلك لا أحد وصي على الناس ولا أحد يعتقد أنه هذا الموضوع سخيف وهذا غير سخيف وهذا يهم الناس وهذا ما يهم وليش الناس يعملوا كذا وليش الناس ما يعملوش كذا الناس أحرار فيما يتفاعلوا إحنا فقط نحاول أن ندرس الحالة علشان لما يكون نعتقد أنه إحنا نشتغل في إطار وطني نحاول نتعامل مع الحالة نضمن حالة نجاح أعلى ما أنه درسنا الحالة ودرسنا ظروف الشارع وظروف المجتمع فلما نريد أن نتفعل مع الموضوع نقرر أن وفق المعطيات التالية فهذا الموضوع يستحق اهتمام أكبر لكن هل هو فعلا سخيف؟ هو يكون سخيف لنص الشعب وليس سخيف لنص الثاني مهم جدا بالنسبة للآخر فمش موضوع عنه طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أسامة السيدة ميساء شجاع الدين الباحثة السياسية التي تنظرنا عبر الهاتف من أو عفوا عبر سكايب من المنامة ورحب بك سيدة شجاع الدين عفوا من القاهرة إذن مرة أخرى عفوا إذن خلال خمس سنوات من الحرب كانت هناك الكثير من القضايا التي تطرع على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة تعبير متاحة للناس على الأقل مختلفة يعني من خلال وجهة نظرك الأكاديمية إن صح التعبير ما الذي يجعل الرأي العام يحتشد باتجاه قضية معينة ويترك قضايا أخرى ولا يلتفت لها أو لا يعطيها كما يمكن أن يقال حقها من الاهتمام يعتمد على عدة عوامل في مرة بعض الأحيانة تكون الحملات بتكون الحملات يعني مسيسة أو في أطراف وراءها فتكون مثلا مجموعة معينة مسيسة أو في مجموعة معينة من الصحفيين أو الناشطين تكفلوا بهذه الحملة مثلا ممكن تكون حملة تبدو أنها مثلا مثل قضية ابن أمانة اللي قتل أثناء من شيخ وأثناء عبور سيارتها هذا أيام المرحلة الانتقالية كانت الحملة في حملة حصلت لكن الحملة كمان أيضا استهدف منها طرف سياسي معين أثناء مرحلة معينة أيضا الحملات المتعلقة بقضايا كثيرة مثلا الآن مؤخرا اللي هي قضية البالطهات اللي عملوها الحوثيين أو قضية المدرس الآن في أحيانا الحملات أيضا يلعب فيها دور الصورة إذا هناك صورة مؤثرة مثلا مثل صورة البنت اللي حضنت أبوها اللي خرج من السج هذه مثلا تكون مؤثرة جدا فكرة الصورة فكرة فيه شيء معين عاطفي أو مثير العاطفة في الحملة ممكن تكون أيضا مؤثرة أيضا الآن علي البخيتي مثلا بيعمل الحملة على الحجد التضامن لابنته وفي ناس متعاطفين معها وفي تضامن وفي حديث يعني بالذات في تويتر في كثير الحملة فيها متعاطفين ومتضامنين وفي ضجة حولها والآن لست بقرأ بقال في موقع رصيف 22 في الحملة فيها بعض عوامل الإثارة مثلا مسألة القفر والإلحاد هذه قضايا صارت مثيرة يعني صارت فيها بعض الجذب صارت عامل جذب إلى حد كبير خصوصا أنهم لم تعد بخطورة زمان يعني في السابق كانت ممكن مهددا للحياة لكنه بالنسبة ليست كذلك فالمسألة فيها عوامل جذب فبالتالي في كل حملة لها عواملها في الجذب مثلا الحملة متيرة للجذل السياسي متيرة للجذل الثقافي الاجتماعي حملة فيها الرغبة في أن تدين فيها خصم سياسي مثل مسألة المدرس ومسألة البالتوهات طيب في سياق أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيدة الشجاع الدين أعود إليك أسامة في سياق أن هناك فضاء إلكتروني هناك وسائل الإعلام هناك رأي عام إلى الآن على المستوى السياسي أو من خلال الأطراف الموجودة على الأرض من الذي استطاع أكثر تجيير واستخدام هذه الحملات أو واستخدام هذه الفضاء العام بشكل عام لمصلحته أكثر في إبراز قضاياه في تمرير سياساته ما يريد قوله للناس من خلال تقييمك يعني من خلال التقييم أعتقد أنه ما فيش حتى طرف اشتغل شغل حقيقي كبير ضمن استراتيجية إعلامية واضحة من البداية إلى خلال مراحلها إلى النهاية عنده أهداف من حملاته الإعلامية خلال سنوات الحرب بدأت كده ثم انتقلت كده ثم تحولت فوصلت إلى الانتجاه لكن في ناس قدروا يلعبوا على المتناقضات على سبيل المثال أنه خارجيا مثلا قضية اليمن إعلاميا خارجيا مش معرفة بالطريقة اللي ممكن أعرفها أنا وأنت كإعلامين محليين مثلا لا مثلا الوضع خارجي أنه السعودية تقصف اليمن والوضع كده معرف أنه حرب سعودية بين السعودية واليمن والسعودية تقصف اليمن وهذول اليمن مجتمع مسكين السعودية معروف أن تشاري الناس بفلوسها وبنفطها فالعملية هي بكل بساطة بالنسبة لهم اليمن بن ظالم ومظلوم السعودية واليمن يعني الناس يعرفوا الحرب كذا مع أنه في جزء من التعريف مختلف تماما عن القصة هذه في حرب فيها شرعية وانقلابيين وحوتيين وفي مجلس الانتقال وفي إمارات يعني الموضوع متشعب عند الخطف التفاصيل عند الخطف التفاصيل لكن طرف بين قوسين الحوتيين في صنعاء بما أنه استغل السمعة العالمية للسعودية بما أنه عنده أذرعهم مثلا في منظمات دولية عنده أشخاص يعملون لصالحه بشكل أو بآخر بالخارج بشكل أو بآخر أقصد يعملون لصالحه في إطار تلاقي أهداف تلاقي مراحل معينة ممكن مش دائمة ممكن مؤقتة لكن يبدو الطرف الحوتي في صنعاء هو الأقدر على الاقتراب من تعريف العالم للمشكلة اليمينية بما يخدمه بشكل أو بآخر بينما الطرف الآخر يفترض أنه طرفين فقط إذا هي الشرعية والحوتي ولأنه في أكثر من طرف الحرب ما عادش بين شرعية وحوتي الطرف الآخر للشرعية واضح أنه مشتت ما فيش خطاب إعلامي موحد ولو افترضنا التنوع اللي فيه ما استفدش من التنوع بشكل إيقابي هو تضاد وليس تنوع فأطراف الشرعية مشغولة ببعضها بينما الحوثي تقريبا في لون واحد مسيطر على الفكرة وفي أيضا حالة القمع السياسي للجمهور في الواقع تحت سيطرة الحوثيين منعت بروز أي لون آخر فبالتالي في لون واحد مسيطر بفعل الوضع السياسي لكن هل هذا القمع أيضا موجود في ظل وسائل تواصل الاجتماعي أقصد يعني قد يكون القمع موجود في الحالة الشخصية لكن من سيقمع شخص لدي حساب بغير اسمه مثلا في تويتر أو فيسبوك أنت تعرف أن حالة الرقابة أيضا وصلت لفكرة الحسابات في ناس من المقيمين في صنعاء أيضا عتقلوا وعذبوا واختطفوا واختفوا إلى الآن بسبب بوست بسبب مشاركة في الفيسبوك بسبب يعني أصبح الآن بالنسبة لهم اللي يطلع في التلفزيون زي اللي يكتب في الفيسبوك ما عند فيش فرق كبير يعني وممكن هذاك تأثيره أكثر لكن هناك أسماء ليست بالدورة أسماء ممكن أسماء تكون وهمية يعني مختلفة نعم لكن أنت تظل خائف لأنه أنت مش هتتعامل مع دولة وح تقولهم في الأخير أنه قلت رأيي أنت تعامل مع سلطة أمر واقع تأخذك تخفيك انتهى الموضوع حتى لو كتبت كلمة حتظل خائف وحتى أيضا يعني أحيانا الواحد تحتاج الكثير من القهد عشان تعرف أنك ممكن تشتغل لحالك تشتغل لحالك ضد الحوثين بصنعاء يعني فكرة تبدو مثالية أو ضد الحوثين في أب على سبيل المثال لكن لما تعرف أنه أنتم عبارة عن جروب في هدف معين وطريقة معينة للشغل وأنا هنزل بوست وإن تقول في جروب معين نشتغل في هدف بعيد ممكن نشتغل لكن مش كل واحد في صنعاء هيعمل بنفسه بطولة وتبعات هذه البطولة يدفعها منه من شخصه من نفسه من عائلته فقصد الموضوع أيضا خاضع لظروف المكان والزمان هل تتفق فيما يتعلق باستفادة الأطراف سيدة شجاع الدين من وسائل التواصل الاجتماعي من الترندات من الهاشتاغات فيما يتعلق بتجيير أو تسيير هذه الحملات لصالح خدمة هذه الأجندة السياسية بتأكيد وسائل التواصل الاجتماعي صارت منفذ وحيد بالنسبة لليمنيين بعد التضييق على الصحاطة هذا داخل اليمن يعني نحن نتكلم على داخل اليمن بالنسبة لليمنين في الداخل لكن مسألة تغطية الحرب في اليمن بالخارج هي أكثر تعقيدا أولا الخارج لا تعنيها اليمن واليمن بالنسبة له هي جنوب السعودية هذا هو التعريف الأساسي لليمن بالنسبة للخارج فبالتالي هم لا ينظروا إلا للسعودية والحوتيين استطيعوا أن يستفيدوا من هذا أيضا الأجانب عندما يأتيوا زيارة اليمن هم لا ينظروا الوضع في صنعة أكثر هدوءا غير أنهم لا ينظروا للحوتي بإشكالية يعني هم ينظروا أن الحوتي يعبر عن الحالة اليمنية بمعنى أنهم ينظروا اليمنين قبائل ثم لا ينظروا لمسألة الديمقراطية هذه كفكرة أصيلة موجودة عند اليمنين أصلا فبالتالي هم ينظروا للحوتيين أنه يعبر عن الحالة اليمنية بشكلها طبيعي أو بشكلها التقليدي وأن هذا هو المجتمع اليمني بشكل حالها طبيعي ما الذي غاب لدى بقية الأطراف أو لدى الطرف الشرعية بتنوعاته كما أشار هنا أسامة ما الذي تواجد عندهم وغاب عند البقية ما الذي تواجد عند الحوتيين في استخدامهم لهذه الوسائل وغاب عند البقية برأيك أنا أتصور أنه العامل الخارجي كان بيساعده هذا من طرف بس من داخليا الحوتيين هم البروبجندا حقهم للداخل مش قوية لهذه الدرجة هم أولا في البروبجندا الداخلية هم بيستهدفوا شريحتهم بيحاولوا يستخدموا سلوبة تعبئة الحربية أو الأيدولوجية هذا في الداخل وما بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الحالة مثلا لما نتكلم على الدورات التذكيفية نحن ما نتكلمش على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه طبعا أكثر فعالية لكن خارجيا هذه مسألة ثانيا لكن بالنسبة للحكومة الشرعية فهي تدير الملف الإعلام مثل كل ملفاتها تديرها بشكل قدر كبير من الفوضى والفساد وعدم التخطيط كأي ملف من ملفاتها لكن حلينا نقول حاجة هناك تمايزات داخل الحكومة الشرعية أو داخل الصفة المعادلة الحوتيين في عندنا مثلا المجلس الانتقالي في عندنا الحكومة الشرعية في الرياض عندنا المجلس الانتقالي ممول من الإمارات عندنا حزب الإصلاح وحزب الإصلاح بالمناسبة الجزء الأعلى صوتا هو الجزء الممول من قطر وهو جزء أيضا معارض للسعودية بشكل من أشكال فبالتالي معارض الإمارات بدرجة أساسية فعندنا عدة أطراف المجلس الانتقالي أقدر أقول أنه تطور كثيرا في المرحلة الأخيرة الحزب الإصلاحي على فكرة هو مؤثر جدا في وسائل التواصل الاجتماعي ويقدر يدير حملات هو يمكن من أفضل الأطراف السياسية في إدارة الحملات حزب المؤتمر أعتقد أنه لا يمتلك حتى الآن هذه القدرات بشكل جيد يمكن كان أفضل السابق منه الآن يمكن حكم الإنقسام الذي حصل المؤتمر لكن هذا لو تكلمنا على هذا الطيف الواسع من الخصوم للحوثي فأقدر أقول هذا هو تقييمي شخصي لكن لا يوجد دراسة لهذه المسألة لكن لما يتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي المسألة كثيرا معقدة أنت تتكلم على أطراف مختلفين والجمهور هنا متفاعل بشكل مباشر يعني بشكل يومي وداعف وفي أطراف مستقلة لكن تظل الأطراف المنظمة أكثر قدرة على أنها تكون فعالة لكن حاليا الفيسبوك وتويتر إداراتهم تكفل حسابات وهمية هناك محاولة لتضييج هذه المسألة لا أعرف لأي درجة ممكن تكون مؤثرة على الحالة اليمنية لكن مثلا لما نتكلم في الحالة اليمنية عندنا مثلا من الأشياء الملفتة الحسابات بأسماء يهودية فمثلا تلاقي هذا الحساب عادة وراه طرف معين طرف موالي الصالح أو من أنصر الصالح أو من حزب الإصلاح أو أين كان فتحس أنه ملفت جدا أن الاختفاء حق وراء أسماء يهودية هذا الشيء ملفت ودائما تلاقيه وراء أسماء بنات في المسألة يمكن تحتاج لها دراسة لكي تعرف نفسية الجمهور واضح أنهم يرون أن الجمهور يشد اهتماما أكثر الاسم اليهودي اسم البنت لكن في النهاية أنا أعتقد أيضا الصورة تلعب دور مهم في المسألة الأشياء التي تعلقها بالنساء بتكون مؤثرة كثير ففي قضايا معينة بتكون مؤثرة أكثر من غيرها تفضلي بالبقاء معنا سيدة ميساش جاعدين قبل عودة إليك أسامة ورحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف الآن من فرنسا الكاتب والباحث الأستاذ مصطفى الجبزي أهلا بك سيد الجبزي إذن بحكم متابعتك وتقييمك من الذي جير أو سير إلى حد ما أو قدر على توجيه الرأي العام لمصلحتي بشكل أكبر بداخل اليمن برأيك مرحبا أخي نسأل خير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدين ومتابعين قناتكم الموقرة تهلا بك في حقيقة الأمر هناك أكثر من آلية أو نقطة يمكن ترقها فيما يخص تفاعل الرأي العام حول القضايا المطروقة بدءا بالقضايا الجوهرية هي حالة الاحتراب في اليمن التي بدأت مع انقلاب الجماعة الحوتية ومدعومة حينها من صالح على على نظام على الدولة على محركة الحوار إلى ما وصلنا إليه الآن من تبعات ومضاعفات خطيرة وتعدد الأطراف لكن في الوقت الراهل يمكننا أن نقول أن الجمهور في اليمن وصل إلى حالة ملل بما أن الوضع منذ 2011 لم يقض إلى نتيجة حاسمة على أقل لم تدفع الأمور بشكل إيجابي وقرطت البلد في حرب منذ خمس سنوات على الأقل وهذا شكل حالة ملالة أو رتبة من الحرب والناس لا يستطيعون تقييش مشاعرهم على المدى الطويل لكنهم يبحثون عن ترفيه يبحثون عن ما يسليهم ونرى أن اليمنيين أمام بشاعة الأحداث والقرائم الكبيرة التي تحدث ينخلطون في قضايا فرعية وينخلطون فيها بكثافة لأنها لا تقتضي منهم التزاما لا بعد ما الذي تقصده بقضايا فرعية سيد الجبزي حتى نكون واضحين في تعريف المصطلح هنا مثلا تنتشر صورة معينة لقريمة أو لحالة انتهاك قسيمة أو مؤخرا المشاعر الجياشة التي فاضت هذه من اليوم مع عودة بعض الذين كانوا تطفوا أو أسروا فاضت تسأل التواصل على أقل هي الطريقة التي يمكننا خلالها أن نتحدث عن مشاعر الناس أو أراهم بشكل عام وسريعا مثلا تتلاشى وتتأتي بدلها مواقف أخرى لها علاقة بسلوك فردي لشخص ربما تعرى أو ربما اتخذ موقفا بسيطا ليس نهر جدي على صائد الوطني ربما مثلا حال التضامن أو رزف على الناس تقه الفتاة اليمنية تجان وهذه قضايا فرعية لا تقتضي منهم التزاما مجيا أو معنويا قياسا بإنعكاسات مثلا قضايا أخرى منها حالة وفاة مدرس تعرضة لانتهاك في إحدى المدارس في صنعه هذه أشياء رمزية هناك طبعا قضايا أخرى كبيرة وما أعتقد أن الناس يمكنهم أن يتضامنوا مع ثورة لكن تضامنا لا يقتضي منهم التزاما كبيرا هناك طبعا أشخاص آخرون لديهم الجرأة والقدرة على أنهم الكذمون ماديا ومعهويا ويضحون لكن نمثل أننا الآن في لحظة يسمى فيها المجتمع مجتمع الفرغة المجتمع الناس يبحثون عن ما يسلهم المجتمع يريد أن ينفصل عن واقعه ويمحث عن ما يعوضه افتراضيا يبحث عن الصورة والصورة كثفت حالة الفرغة إلى حد كبير و وسائل التواصل الاجتماعية منها الفيسبوك تحديدا وهو الأكثر استخداما في الإمام من غيره ساهم كثيرا جدا في توادد حالة الفرغة وانتصال النص عن واقعهم يذهبون ينتقلون من الواقع المرير إلى تسلية مؤقتة تسلية لا تخذبهم كثيرا تسلية قد لا تكون بضرورة مجانية لكنها شكل من أشكال مدارة الهديمة مدارة الخوف مدارة القلق اليومي مدارة متاعب الحياة المسألة التواصل هي عزوزات إلى حد كبير أساحت للناس فرصة أن ينتشر حالة الفرغة بشكل أفقي على كل الناس ونرى أن الناس مثلا يتفاعلون مع شاعر ردي أو مغرر ردي يتفاعلون بكثافة ويقضون من وقتهم الكثير لأنهم بالمقابل لا يستطيعون أن يظهرون إلى صورة الدماء بشكل يومي ومتكرر أو أن يتأملوا فيها أكثر من لازم فهم لا يحتملون وإن كانوا يشاهدون ذلك في المسلسلات والأفلام التي يتابعونها طيب دعنا نقف عند هذه النقطة لأن أشاهد أنا أسامة هنا قد يكون له رأيي يتفق يعارض ما رأيك في مطارك أنا أذهب إلى يعني أؤيد ما ذهب إليه تسلط المجتمع الفرجة يعني أنه يعني ما يقوله أستاذ مصطفى هو صاحح لحد كبير يعني ما يمكن أن تتفق معه وفق ما يمكن أن تختلف معه وأنت مبني على منطق يعني أن الناس فعلا مملوا حرب ودماء وحالة من التوهان الوضع السياسي تايف ووضع الحرب تايف فالناس تعملوا من كونهم مقندين مع الهواء بدون خطة استراتيجية يعني نحن بنعمل إعلام حربي لنفسنا بنواقه من ضد من نواقه الإمارات نواقه الحوثي نواقه حالة منفلات الأمن في عدن نواقه ما يحصل في حضر موت نواقه مضطرفين منتشرين يعني برضو الناس وصلوا إلى الحالة هذي تلاقي عشان كده بالمقابل وهذا يؤكد كدليل على ما ذهب إليه لأستاذ مصطفى أنه الآن فيديوهات الناس ينزلوا فيديوهات الشباب الصغار يغنوا ينزلوا مقاطع غنائية قصيرة بدقيقة وبدقيقتين يتفاعلوا مع ملالا يتفاعلوا أكيد في حالات بين قوسين اللي يسميه أستاذ مصطفى حالة قانبية أو قضايا هامشية تفاعلوا مع هالناس بشكل آخر بنت بعدة الحقاب بنت طهرت بشكل مع قبش نوع من الناس يتفاعلوا معها بشكل أكثر لكن هل هذا قضايا فرعية؟ لكن هي فرعية بالنسبة لجزء كبير من الناس بالنسبة لجزء كبير من الناس والذي بنسبة له هذي هوية والبعض الآخر بنسبة له هذا دين والبعض الآخر بنسبة له هذا غزو فكرية يمس أسرته يمسه بشكل مباشر يعني كل واحد سيعرف الحالة كيف ما يشتي لكن تحوى الموضوع أنه فعلا الناس يتفاعلوا مع قضايا حاليا لا يمكنك التنبؤ بالمزاق الشعبي المزاق الشعبي حاليا حاليا من الغرابة تستغرب أنه كيف الناس يذهبوا وكمية تفاعل رهيبة يعني تفاعل رهيبة طبعا على مقياس اليمن منه 2000-3000 مشاهدة ما اعتبرش تفاعل رهيب لما تقارنوا في مجتمع مثل مصر والسعودية مثلا قريبين مننا يعني فبمصر والسعودية تلاقي أنه 5 مليون مشاهدة تقدر تقول في حالة لكننا نحن لدينا 3000-4000-20000 مشاهدة يعني بالنسبة لها بالنسبة لنسبة نسبة طبعا لكن قد نقول لك أنه يبقى ممكن نتفق أن الشعب وصل إلى حالة من الملل العام حالة من النفور من كل ما له علاقة بالسياسة والحر وذهب إلى مجتمع الفرقة والفهنة والأغنية والفنان الصنعان والأغنية وكلمات الأغنية ترديد بعض النكات الساخرة وأحيانا ذات المدلول السياسي وهي حالة أيضا من أن الشعوب تعبر أحيانا عن ضيقها وعن حالة الضغط التي تمارس وبهذه الطريقة بالأغنية بالنكتة إلى أن تفرق لأن يأتي سبب يقيش الناس في طريق يعني في طريق يكون ممكن ممكن التعامل التعامل أغنية أذكر لك مثلا في موضوع التويتر والإمارات تذكر لما حصل موضوع الإمارات في عدن والحرب ومدري إيش أنا أذكر كانوا الناس يدخلوا في الفيسبوك هذولا اللي أول مرة يدخل مثلا العالم يقول لك يقول أنه قال عنده واحد يقول له سجلني بذلك البرنامج أبو طير أزرق في قصة التويتر اللي يسبوه فيه للإمارات أنت فاهم هو يشوف أنه قزم مشاركته الوطنية أنه يدخل برنامج هذا اللي اسمه تويتر وهو يتقد الإمارات ويعارض الإمارات ويشارك في حملة مقاطعة الإمارات أو في تعريه أو في فرح لأنه أخيرا وقد حاجة يشتغل ضمنه وأخيرا وقد حاجة وكانت شبحات إجماع الناس في عدن وفي تعز وفي شوبة وفي صنعاء وفي تعز وفي مارب اشتغلوا نفس الموضوع ضد الإمارات والانتهاك اللي سوته وقصف طيران الإمارات لقنود يمنيين طيب دعني أعود بسؤال إلى سيدة ميساء شجاع الدين سيدة ميساء يعني الآن كيف يمكن لأي طرف ما أن يستخدم هذه الأدوات بفعالية أكبر في سياق يعني التعامل مع الرأي العام في سياق أيضا الحديث على وكيف بالمقابل أيضا يمكن توعية الرأي العام أو توعية الناس بما لهذه الأطراف من قدرة على استخدام القضايا العامة في مصلحتها السياسية التوعية هذه مسألة صعبة لأن الإعلام الدور التوعوي للإعلام اللي نحن سنتكلم عنه الدور التوعوي هذه مسألة أعتقد قد تجاوز هذا الزمن الآن الناس مفتوحين لكل التيارات لكل الآراء فأنت لما هتكلم على جانب توعوي ممكن تكلم على جانب توعوي يخص مرض يخص أسألة صحية مسألة تعليمية لكن من ناحية السياسية ما هو المفهوم التوعية لحظتها كل طرف لها مشروع السياسي يقدم نفسها وهي المنصة وصائل التواصل الاجتماعي مفتوحة للجميع وهي بوصلتها أحيانا عشوائية إلى حد كبير وهو مثل ما قالوا فيها جانب ترفيه طبعا واسع جدا يعني جانب الترفيه يشغل الناس الناس يحبوا الجوانب الجذابة يعني أسارة الشيقة يعني أسارة الناس ملانة من فكرة الحديث عن الحرب يعني التفاعل الآن مع الحرب مع قضايا مثل الألغام الأسرة المساجين يعني هذه قضية الأسرة والمساجين لما تتكلم عنها حصل تبادل كبير ما حاجة تتكلم عن تفاصيلها كيف تمت الوساطة كم عددهم الناس شدتهم صورة ففي النهاية الناس صارت تمل من التفاصيل والواضح أن الناس ملانة جدا بس لكن في الجانب آخر الناس يشغلها القضايا المحتكة فيها يوميا يعني مثل قضية بالتوهات هذه مسألة تشغل الناس لأنها قضية احتكاك يومي يعني نتكلم على احتكاك يومي لو مثلا تكلمت عن الفلوانسة الخنازير ممكن الناس يتفاعل ومعك هذه مسألة تخصهم بشكل يومي فيه أشياء تخصهم بشكل يومي فيه أشياء تطير اهتمامهم باللحظة ممكن تكون شيء ترفيهي ممكن يكون شيء مأساوي درامي أي كان لكن مسألة توعية أتصور أنه من الصعب الحديث عن توعية سياسية لأنه خلاص الآن أنت عندك أطراف كثيرة ومنصة التواصل الاجتماعي مفتوحة والجميع يستطيع أن يتحدث الجميع يستطيع أن يقدم نفسها أنا أرى أن الحوتي مثلا ليست مهتم بمنصة التواصل الاجتماعي داخليا يمكن صوته مسموع بشكل جيد مساحة على الأرض أن يتحرك فيها تغني عن وسائل التواصل الاجتماعي بينما الأطراف الأخرى مهتمة جدا بمسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد أن الطرف كل ما كان في الخارج كل ما اهتمامه بوسائل التواصل الاجتماعي يمكن زادت كنوع من التعويض ربما يعني مثلا أنه الآن لا يمتلك منصة للحديث أو للتعبير داخل البلد بتعبر عننا بشكل كبديل شكرا لك سيدة ميساش جاعدين الباحثة السياسية كنت معنا عبر السكايب من القاهرة بالعودة إليك سيد الجبزي فيما يتعلق بالحديث عن القضايا الفرعية والقضايا الرئيسية يعني هل يمكن يعني كيف يمكن للأطراف الفاعلة أو لصانع السياسة في هذه الحلقة أو كمصطلح يعني يستخدم أن يستفيد من القضايا الفرعية التي تشغل الرأي العام في سياق إحداث تغيير على الأرض أو في سياق الدعاية له كيف يحدث ذلك عادة نعم عندما نقول نحن قضايا فرعية حسنا ننطلق من موقف ربما ملتزم تجاه الوضع العام وهي قضايا التي قلت عنها قضايا فرعية هي ضمن وسائل الناس لمجابهة الحرب ودليل على أن الحياة مستمرة وأن الناس يطورون آليات لتجاوز هذا الخرق الكبير في يوم بالنسبة للأطرق المخرطة في الحرب وكيف توظف ما يحدث نحوها هذه أتوقع أن الأطرق تتبنى استراتيجيات معينة تحاول منها النيل من خصمها ويقناط الأخطاء سواء على الصعيد القانوني أو تلك الممارسات التي يقوم بها طرف ما كما يتعلم الحيثيون الآن في صناع من تجديد قوضتهم على المجتمع وتوحش اجتماعي يمس ساليب وحياة الناس يتم يتم استغل كل طرف يستغل هذه الزقرات التي يحدثها الآخر ليعدل بها موقفه سواء الاندلوجي أو العسكري ولكن تبني استراتيجيات يحتاج توفير الموارد لذي ما يحتاج إيمان كامل بالقضايا أيضا يحتاج اتصال بالناس ويحتاج مصداقية لا يكفي أن تتبنى آلة دعائية فعالة على المدى البعيد لن تنقح ستنقح في وقت ما شاهدنا كثير من الطرق التي كان يتبنى ها الإعلام الحربي للحوتيين بخصوص فتوحاتهم كبيرة في الحد الجنوبي في السعودية أو المعارف الوهمية والانصارة التي كانوا يتنعونها في الجبهات وعند نحظة معينة يتبين أن هذا غير صحيح أو يقل مصداقية هو أثره وبالتالي تحتاج استراتيجية فعالة فيها أبعاد اكتكارية ويجب أن تكون صادقة أيضا يجب أن تعزز بكثير من نجاحاتها الأخرى تعزز بمواقف أخلاقية سليمة تتعزز بالاقترب من قضايا الناس وهمهم شكرا لك سيد مصطفى الجبزي الكتب والباحث كنت بانعب الهتف من فرنسا بالعودة إليك أسامة فيما يتعلق بتعامل الناس يعني من الملاحظة أيضا كثيرا أن القضايا التي تشغل الرأي العام تستمر القضايا التي يمكن الحديث على أنها انتهاكات أو كذا يستمر انشغل الرأي العام حولها ليوم يومين ثم يأتي تأتي قضية ما أخرى وتنسي الناس بهذه القضية التي ربما يصنفها كثيرا أنها أساسية ومهمة كيف يعني يمكن التعامل مع هذه المسألة أو لماذا يحدث ذلك طيب وجيهنا في واحدة من تصورات الفكرة الإعلام من خلال خبرة البسيطة بالسنوات العمل في الإعلام وعرف الإعلام بأنه التأثير أكيد يكون في قبل نسي أعرف الإعلام بأنه التأثير بس أنا أمير إلى هذا التاريخ أن الإعلام هو التأثير يعني أنه إذا أنت كطرف ولك شخص ولك هيئة كمؤسسة كحزب أي أن يكون أنت تريد تتعامل مع الإعلام في الإعلام هو التأثير يعني أنت تريد توصر رسالة معينة خلنا نقول من قوسين توعية اللي ذكرتها قبل شوية فإذا أنا حزب إذا الحوتيين إذا الحكومة الشرعية تريد أن تنزل في موضوعين فأيهما أفضل أنه أنا أناقشه في حلقة تلفزيونية مثلا أو في فيديو مدة دقيقتين تقول لواحدة على الفيسبوك التأثير هو الوصول أيهما أكثر تأثيرا في الناس يعني إذا أنا دولة مثل الإمارات ممكن حملة في تويتر تؤذيها لأن دولة قائمة على سمعتها دولة العالم كله يجي الإمارات عساس أن دولة لها سمعتها التجارية الأمنية المالية في العالم فحملة في تويتر تؤثر على سمعتها فتهز دولة مثل الإمارات حملة في تويتر بينما حملة في تويتر ممكن ما تؤثر في الحوثيين في صنعاء خالص مش فارقة معهم يعني لأنه مش هو العامل اللي حيفرق معاه يعني لو في عشرة ألف واحد حساب في تويتر داخل صنعاء وصلهم فكرة أن الحوثي إرهابي على سبيل المثال أن الحوثي عنده انتهاكات معينة أوكي سوت يعني هم عارفين الحوثي الحوثي هم مارسوا انتهاكات لهم لكن هل أفهم منك يعني في نهاية المطاف أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير كأداء مدنية هو الفكرة الأنجع كيف استخدام للتأثير خلينا نضرب لك مثال واقع وعملي كيف نجحت قطر مثلا في استخدام قوتها الناعمة بين قوسين في وسائل الإعلام أنه حمت نفسها من كل القوى السعودية والإماراتية وخصومها أنه يلصقوا فيها تهم معينة وحاولوا يحوطوها يسوروها يحاصروها يقلبوا العالم ضده لكن ما نجحوش في الأخير ليش؟ لأنه قطر كانت عند قوى ناعمة واحدة من أهم الأدوات كان الإعلام فبالتالي على كل طرف يريد أن يتعامل مع هذا الإعلام يسأل نفسه عندما يريد أن يتعامل وين التأثير بماذا وأثر أنا؟ كيف أصل إلى الناس ومن ثم كيف أثر فيهم لكن أنت كجهة مسؤولة لما تكلمت على موضوع التوعية أنا ممكن أشتغل على المشتركات العامة وجيه مثلا ليش؟ مثلا النس ممكن يشتغلوا على موضوع الفن مثلا أنا ممكن أشتغل على موضوع المشتركات العامة التوعية البيئية التوعية الصحية هذه المشتركات تفاعل معها في تعز مثلما يتعامل في صنعالي تحت الحكومة الشرعية وتحت حكم الحوثيين يمكن تفاعل مع مواضيع عامة الشغل على المشتركات العامة قد يكون ذا قدوة طويلة الأمد يعني ما فيش حد حيرفض أنه مادة تتناول موضوع الصحة أو مادة تتناول موضوع تخفيف من ظواهر سلبية معينة مثل التحرش لكن عندما تريد أن تشتغل بشكل سياسي بالتأثير تشتغل بالطريقة الوسيلة الأنسب في الوقت الأنسب طيب هل يحدث هذا التأثير وإن كانت القضايا الكبيرة قد يعني تؤثر بالناس اليوم أو يومين أو يتداولها الناس اليوم يومين ثم تذهب وتأتي قضية أخرى لتاح المكان ما هو الحياة؟ الحياة بالأخير حتى تمشي في الطريقة هذه والعلم هو قوز من القصة هذه دائما أنه في قصة تتناولها الناس الفترة معينة تأتي قصة غيرها ثم تزيحها عن الصدارة لكن في قصة ممكن يعاد إحياء مرة ثانية مثلا أنه على سبيل المثال فنان تأرض لي هضم هضمة حقوق وواوا الناس ممكن تفعلوا معها بعد فترة يقولوا شفتم الفنان تكلمنا على فترة للأسف مات من المرض مثلا ويعاد إلى الواقهة فكل فترة في قضية تتطع الواجهة وما فيش قضية بالتأكد حتى تظل حاضرة يعني القرمة الأكبر التي تخذ بحق هؤلاء الناس هو فكرة الإنقلاب والحرب هذا هو القرمة الأكبر ما بدون ذلك هي قضايا تفصيلية يستطعوا معها الناس أولا بأول كل يوم الثلاث تطلع قضية وإحيانا ما فيش موضوع فيضطروا الناس تتعبوا مع قضية خلال قول برقوسين هامشية شكرا لك وسامة محمود الإعلامي كنت معنا في هذه الحلقة في السوديو في المسالمين شكرا لك الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونصاد في ختام الحلقة تقابلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمانك شكرا لكم شكرا لكم